ترأست سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض اجتماع مجلس إدارة الهيئة للربع الأول من العام الجاري واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث اطلع على آخر المستجدات في القطاع السياحي للربع الأول من العام الجاري 2023 وتطور العمل في تنفيذ أهداف ومرتكزات استراتيجية قطاع السياحة للفترة من 2022 إلى 2026 وأبرز المشروعات السياحية التي تم العمل عليها خلال الربع الأول من هذا العام نحو مساعيها الرامية لتحقيق الازدهار والتقدم تعمل مملكة البحرين باستمرار من أجل تعزيز أهمية قطاع السياحة فيها للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تتلخص أهم أهدافها حول إبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي وزيادة عدد الدول المستهدفة وتنويع المنتجات السياحية وكجزء من استراتيجية خطة التعافي الاقتصادي تم تنفيذ عدد من مشاريع السياحة الوطنية الكبرى كمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الصخير الذي يحتضن العديد من المؤتمرات والفعاليات الكبرى في مملكة البحرين ومن ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تم تنفيذها وحققت الأهداف المنشودة مشروع تطوير بلاج الجزائر ومسرح الدانة وقد ساهمت الفعاليات والمشاريع السياحية في الربع الأول من العام الجاري إلى رفع الإشغال الفندقي إلى نسبة 80% محققة بذلك أهداف المملكة في تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع السياحي